ضيفتي بستوديو الفناني التشكيلية عفاف هنوت صادر تخرجت عفاف من أكاديمية مايكل أنجلو الفنون الجميلة ويعودوا بجمعية الفنانين اللبنانيين لرسم ونحت بعد مخاض التجارب بمجالات مختلفة الرسم التوضيحي وتشكيل الجس وزخرفة أوراق الدهب وبصورة خاصة بلاك كتاب النبي لجبران خلال جبران الحاصل على جائزة لندن العالمية حصر اهتمامها بالرسم بأوائل تسع نيات برصيدة بعض المعارض الفردية والكتير من المشاركات بمعارض جماعية ببيروت والعاصم الفرنسية كانت أخيرة عام 2015 بصالة وغرام ببريز كما أسست عام 99 معرض صادر للفن والثقافة صادر دار كولتور وأقامت بإدارته لغاية عام 2006 أهلا وسهلا فيك عفاف يعطيك ألف عافية يعني واضح أنه في مجموعة كبيرة برصيدك من المعارض واللوحات والأفكار واشتغلت كمان بعدة مجالات يعني مش بسمع بمجال وحاة وعدة ماتيريا لزمت ما بقوله أول شي خبرين عنك عفاف بعض اللي أنا قلته يعني أنت من وين بتبلشي ولوين بتروحي بلوحاتك بدايتي كانت أنا عشت بالجبل عند بيت ستة بيت عطيق نعم وحوالي جنين تأثرت طبيعة بالطبيعة بالألوان ومن ثم أنت قلت للرسم الكلاسيكي اللي هو مدرسة نعم بعدين للرسم التعبيري بعدين للرسم التجريدي هلأ معرضي حاليا بيحكي عن نوافذ على الأمل اللي هي أنا معارضي السابقة كانت أو رحيل كانت تقريبا لو حيت صامت بتحكي عن الرحيل والألم والغضب إلى من خلال من سنتين ثلاثة شفت أنه خلاص يعني يا بدنا نضل بها البلد أو بدنا نفل فنحنا مقررين أنه نضل ومتشابسين بأرضنا وبيين بها البلد صحيح فمن انتلاع من هون كان معرضي نوافذ على الأمل فناتر سيود الإسبوار للي هيدا الحاليا حاليا بجالوري إكزود 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 أكتر يعني عدة مجموعة كبيرة من اللوحات وعفزنا عنا بعض الصور نقدر نمرأة ونشوف يعني هل أنت بتركزي على البيزاج بكل شيء ولا بتتنوعي لا مش بيزاج أنا أفكاري أنا هو أفكاري مخيلتي نعم بظهرها على اللوحة ومن اللوحة بنقلة للواقع بس هي فكرة تجسيد لفكرة لموقف نعم وبيطلع على الواقع من وين بتطلع معك الفكرة؟ بتطلع معك من الطفولة؟ بتطلع معك من حالة هلأ عم تعيشية؟ من شي شفتي قدامك؟ هي بتطلع من حالة عم نعيشها طبيعي هلأ الوضع الراهن يعني ما بيشجعك أنه أنت كتير تكون عن تحكي عن إشياء حلوة بس بالسبكونسيان طبعي قررت أنه أنا لازم أحكي عن إشياء حلوة لأنه في جهة حلوة بحياتنا في إجابة وفي سلبة نعم فليه ما بدنا نطلع للإجابة؟ ليه بدنا دائما نطلع للسلبة؟ وبما أنه نحن الشعب اللبناني تعودنا عن نقم مثل ما بيقولوا نعم فأفضل تكون نظرتنا للإشياء الإيجابية والفن هو رسالة تهدف لنشر السقافة وخدمة المجتمع وتهزيب أخلاقنا والإنسان يعني بيطمح لهو السهوة رقية الفن هو رقية وصموبة فكرياً وثقافياً صحيح وبما أنه لازم ننشر الفن أكتر بمجتمعاتنا تأثير المجتمع متصالح مع ذاته نعم وطنعت فكرة حلوة راقية للأبلاد طبعاً في لوحات يعني مع رسمين عالميين ورسمين محليين ورسمين شاطرين كمان أنه يمكن فيه عنف أو فيه قتل أو فيه إجرام أو فيه دم ولكن هي من خلالها بيكون فيه رسالة معينة عم توصل للسلام ولا محو العنف ومحو الحروب إلى آخره يعني بس قديش اللوحة بس يكون فيها أمل ممكن تكون رسالتها أوسع وتوصل أسرع صحيح تصديقاً لكلامك أنا كانت أعمالي كلها تحكي قلت لك عن قلم والغضب والحزن نعم يمكن وصلت لبعض الناس بس الأمل بيوصل بالفرح أكتر يعني النهار جديد نهار مشرق أيام حلوة تفاقلوا بالخير تجدوه متل ما بيقول المطل يعني تكون لوحة قدامنا كل نهار بالسالون أو بالتنوم أو بالكوريدور يعني أو ببيتنا يعني محطوطة عم نشوفها باستمرار لازم تحمل شو؟ مش لازم تحمل الألم الإيجابية لازم تحمل إيجابية ولازم تحمل الفرح ولازم تحمل جمال بدها جمالية كمان في جمالية بالعمل اللوحة اللي فيها عنف وفيها ألم أنا عندي لوحات فيهم عنف وفيهم ألم هلأ بتطلع فيهم بشوف أنه ما بقى إيش بروكي؟ يعني أوقات بيخد شون نظر بيخد شون نظر أوقات بيخد شون نظر أكيب بتتركي للكليان أو للشخص المحب لوحتيك هو يفسرها متل ما بده ولا بتفضلي يفسرها متل ما أنت حسيتها ورسمتها؟ لا هو يفسرها متل ما بده لأنه أنا بهمني وصل رسالي أنت لعر من كل شخص هو يحسب مثل ما بده بيشوفه أنا أهلا إذا طلب مني تفسير أكيد فسره تفسير وجهت نظريك أنت لرسمتها وجهت نظري أنا بس إذا هو في ناس هي بتحب في كتير رواد وزوار بيجوا بيحبوا هني يحللوا اللوحة ويوصلوا إلى محل يقولوا لك هون حلو وهون مش حلو وفي نقد يعني بيكون في نقد نقد بالناء أوه عم نشوف قدامنا هلا فناتر sur l'espoir العفاف هنا تصادر بيقالولي اكزود بالاشرفية إذا بدنا نحكي يا عفاف شوي عن اللوحات ليش مش ورا كل لوحة في قصة مكتوبة بتكون لا تسهلي للمحب اللوحة أنه يكون عارف القصة وحافظها وإنتي شو أصدق فيها غير هو تركيزه يعني فيه فنانين بيحطوا بيحطوا بقفة اللوحة في منهم هيكي مثل تعريف صغير عن اللوحة أنا ما حبيت أتأثر على المشاهد نعم تركته هو تركته 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 له العينين لأفكار وهو مثل ما بده يشرحها نعم أنا موضوعي موجود وجربت طلعه على الورق وعالطوال بس أفضل هو الإنسان يحلل وكأنه الأمل عندك كما نشوف في اللوحات أنه فيه شي يعني فيه شجرة فيه إنسان فيه كمان أبسترين مش مش كله أنا غسمي هو تجريدة مع تعبيري نعم يعني مزيج من الغسم التعبيري مع الفن التشكيلي لأنه دايما بحس أنه فيه هاي ديكريد الفام نعم كمان اتطرقت بموضيعي للمرأة لأنه المرأة كمان فيه باللبنان مرأة معنفة صحي وفيه مرأة بعد ما حصلت على حقوقها كاملة ولأنه مش عم نحكي عن شريحة من المجتمع مشكلة للمجتمع أكيد نعم وكمان بلوحاتي فيه كتير فيه كتير مربعات المربع أنا لقالي هو إنه نحن عايشين ضمن مربع هلأ التليفزيون، الراديو، اللابتوب، الأوضة، الأسانسور، السيارة طحيح منشان هيك ما عم نطلق العنين لأفكارنا، لتخيلاتنا فبيسألوني بيقولولي طيب هجان ما أنهم مهتمين كتير بالفن بيقولون طيب هجان كيف بدوا يهتم بالفن إذا هو ضمن مربع معايشينه نعم طيب عفاف اللي عم نشوفه قدامنا مجموعة كبيرة من اللوحات يعني تقريبا بتضم المعرض كم لوحات؟ 26 عمال بإكزود هي بتفتح إكزود يوميا من 11 للستة ونهار السبت من 3 للستة حتى الناس اللي ما فيها تجي خلال الأسبوع تجي نهار السبت نعم اللوحات موجودين هونيكي؟ موجودين المبيعوا بيتخذوا ولا بيظلوا موجودين؟ لا بيظلوا موجودين لا يخلص المعرض لا يخلص المعرض مستمر لا إيمة المعرض مستمر المعرض لستة وعشرين الشهر نعم 26 نوفمبر 26 نوفمبر نتأمل أنه يصير في حضور معاكون بالإفتتاح كان في حضور كتير وبعضه وبعضه للشعب اللبناني برغم الظروف الصعبة المرئين فيها والظروف الاقتصادية القاسية طبعا بحب الفن والملجأ المجال بعضه لو بيجي وبيطلع بالعمل وبيعجبوا العمل وفيه أعجاب رغم أنه مش قادر ماديا يقدر يحصل على لوحة بس برضو عم بيقدر وهاي نحن أنا يعني هاي نظرة مهمة كتير ومن خلال شاشة التليفزيون مستقبل بتواجه لوزارة السقافة اللي هي شوي تنظر بوضع الفنان أكتر من هيك تشجعوا لأنه بلد هو الوج الحضاري والمشرك للبلد يعني ضغور الفن يظلوا بطالعة أكيد أكيد أدي أخد معك وقت تحديث ستة عشرين لوحة ستة عشرين لوحة أنا قبل ثلاث سنين كان وضعي إلى حد ما مأساوي يعني كانت عيشة باكتئاب بأزمة نفسية بس من ثلاث سنين لهلأ أخدت قرار وغيرت مصاري هذا المطلوب وغيرت مصاري نحو الأمل ونحو النهار مشرق وكان وكان نيوبورن أو ولادة هالمعرض من خلال الأمل اللي أنت أخدته على عيسك هذا البدعي عليك اليوم أنا بيعلم صباح أنه إنسان عطول ينظل عنده أمل وعطول يطلع على الجانب الإجابي من الحياة خبرينها كيف نقلت كيف أخدت هالقرار ليش أخدت هالقرار أخدت القرار نحنا لأنه خلال الأحداث وعشنا الحرب يعني وعشنا مقاس الحرب كنا أنه متأرشحين بين أنه نفل ونضل وجربنا نروح شوي وجحنا لبره وشفنا أنه اللي بره بده يرجع وإلي هون بده يفل بس اللي بيروح بعيش شوي بيشوف أنه لأ لبنان بلد حلو الشعب بعضه قريب على القلب مهضوم بس أنت أخدت القرار لشي شخصي يعني أخدت هايك قرار لأنه أنت قررت تقل بتغيري أنا قررت استمر بالحياة يا بدي ضل بهالبلد يا بدي فل قررت أنه أنا بدي خطير بهالبلد وبده متشبسي بهالبلد وبده ضل هون رغم كل الصعوبات ما رح أترك لبنان فإنطلاعا من هون كان معرضي هايك لأنه إذا ما بتعيش هايك ما فيك تستمر بكتير أكيد أحلى مبين من لوحاتي ألوانها مثل مزج الألوان مع بعضها كانت أول شيء أعمالي كلها أشخاص فالة أشخاص كئيبة أشخاص متعزبة نفسيا يعني هل الفنان اللي عنده كئابي وعنده يعني شوية سلبيات بحياته وعن بيرسم بيجيب لعنده الأشخاص اللي مثله؟ مش ضروري بس يعني أنا بفلسفتي أنه مش لازم نجرح وطر الكمانجة تظهر الصوت بيسوى نظهر الصوت بدون ما نجرحها نعم فأنت لا عن من هون كان هيدا هو المعرض أنا بيتمني لك توفيق عفاف من جرح بذكر أنه معرضك مستمر لستة وعشين شهر بجالورية إكزود بيفتح كل يوم من 11 للستة ونهار سبت من ثلاثة للستة لسبعة وعشرين لثمانة وعشرين لوحة موجودين داخل هالجالورية عن جد غاية من الروعة وكل واحدة بتمثل أمل معين لأنه عنوان المعرض هو فنات خسير الإسبوار أو نوافز على الأمل عفاف فهنود صادر طبعا رسامي معروف وبتمنى لك كل التوفيق وبنتمنى أنه الاستمرارية لقالك ويكون وضع الفنان أفضل وأفضل باللبنان كان من جانب وزارة الساعة في أهم من جوانب أخرى أنه يكون الفنان قادر يكفي حاله وهي أهم شيء كمان أنا مرسي بتشكر لك وبتشكر تليفزيون مستبع الاستضافة وإن شاء الله بتضلكم بهالنشاط وبتضوه على طيضان وللبنان مشرق وبطالعة البلاد تانكيو تانكيو عفاف لكن المشاهدين احنا مستمرين معكم